في مثل هذه الليلة قبل أربع سنوات كان اليمن على موعد مع أسوأ كوابيسه التاريخية انقلاب الإمامة واشتياح صنعه من جديد ليلة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 نام اليمنيون وأكفهم على قلوبهم لم ينم سكان صنعه كانت أصوات الرصاص والمدافع تقلق ليلة العاصمة فيما كانت ميليشي الحوثي تقف على تخوم عاصمة البلاد أعلن وزير الدفاع حينها حيادية الجيش وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع وسجل هذا الموقف كأكبر خيانة تعرضت لها الجمهورية في العصر الحديث بضع عشرات من الشباب حاولوا حماية العاصمة لكنهم سحقوا بضربة واحدة لم يكن بمقدورهم فعل شيء في مواجهة الميليشيا وجزء من الجيش التابع للمخلوع صالح فاستبيح تطراف صنعه تأهبا للحدث الأكبر غداة اليوم التالي الحادي والعشرون من سبتمبر يوم أن قطع آخر أوردة الدولة الدولة التي سال دمها لاحقا في كل شبر من أرض البلاد وما زال يراق حتى اليوم كانت الميليشيا قد رفعت شعار إسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني أيد هذه المطالب قطاع من المواطنين المستائين من ترد الوطع الاقتصادي وأيدتها نخب سياسية وثقافية نكاية بأطراف سياسية أخرى وتماهيا مع المشروع الإمامي لم يكن إسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سوى لافتة لمشروع إمامي تدميري تعرف كتب تاريخ اليمن جيدا اليوم وبعد أربع سنوات رأى جميع اليمنيين حقيقة هذا المشروع دون أقنعة رغم أن السوء كان لا يخفي نفسه منذ البداية مقارنة لا تحتاج إلى جهد يجريها المواطن البسيط اليوم أقمت منقلابا من أجل 500 ريال والآن دبت البترول بتسعة آلاف أصبح الناس يرون الحوثيين وفقا لهذه المعادلة الواضحة ومن خلالها يتعرفون على بقية ملامح مشروعهم الإمامي الذي ينفذونه بكل حذافيره نسخة طبق الأصل من كهنوت الإمامة وغبار التاريخ يتحدث الحوثيون اليوم عن مشروع الولاية والاستفاء وأحقية الحكم لآل البيت بعد أن كانوا يتحدثون قبل أربع سنوات عن الجرعة ويتحدثون عن خطورة الأقاليم بعد أن كانوا يصرخون قبل أربع سنوات بتطبيق مخرجات الحوار فهل احتاج اليمنيون كل هذا الوقت والدمار كي يعرفوا حقيقة المشروع الحوثي؟ كان يوم 21 من سبتمبر صفعة في وجوه جميع اليمنيين وحتى الأبد ستحمل صنعاء ذكرى هذا اليوم كخجل عميق وعار لا بد أن تغتسل منه